اشتركوا في القناة ألاف الدنومات من المزرعات المتجانسة أدت إلى تزايد المضرات لدرجة لم يسبق لها مثيل لكن الحل السريع، الإبادة الكيموية، يشكل خطراً ويلوث البيئة غالبية المبيدات الكيموية لا تتحلل بسهولة، بل تتغلغل إلى مياه الشرب وتسبب الأمراض للإنسان إذن كيف نحارب المضرات دون أن نؤذي الإنسان؟ الإجابة طبعاً هي البومة، آلة صيد طبيعية للقضاء على القوارد كجارح ليلي تقع عيناها في مقدمة الرأس وتسمح بتحديد بعد الفريسة بدقة تتمتع البومة بحاسة سمع أقوى منها بكثير وبطيران صامت بفضل ريشها الناعم وأطراف ريش الطيران التي تشبه المشت وبالإضافة إلى مخالب طويلة، كل هذا يحولها إلى سيادة رائعة للقوارد وحليفة حقيقية للفلاح يكشف بحث يواف موترو من الجامعة العبرية أن زوجاً من البوم يقضي على ألفين حتى خمسة آلاف قارد في السنة قدرة كهذه تحسن من إنتاج محصول البرسيم مثلاً بأربع وعشرين بالمئة كونت الشهية الكبيرة للبومة موضوعاً لبحث علمي يترأسه موتيت شارتر من جامعة تل أبيب حل اللغز يكمن في الكبتولة وهي بقايا الوجبة التي تحوي كنز القوارد القوارد سابقاً القوارد والمديرات التي يدرسها تشارتر هي فأر الحقول فأر البيت الجر والجربيل ما أمنيان بتنشمد هو لا راك أخيل الكامل الذي ندرس له هو غام أبي أتر كي أبي پامين بساعد المصلحين يمكن أن يكون بأدخلات الليلة لأخوله أبي إذن مدى پاماً أبيم عد كده كحابي أخيل شيش عدف أخيل شمدى پاماً مأخلين زي بمشك الليلة أو زي نزرق بساعد والليلة الأخرى زي بشوت ساعدين دبورين خدشين إذن كيف من الممكن أن نساعد البومة بأن تستوطن في المناطق الزراعية؟ أمير عزر عضو سلاح البحرية مراقب طيور ومصور مدير مشروع سكن جديد للأزواج الشابة تولد صناديق الذخيرة من جديد وتستخدم بمثابة صناديقة عشيش للبومة السיפור הזה התחיל בזה בעצם שרציתי לצלם ציפורים לידר דיוק אופודורסים ופשוט לא ראיתי אותם בשטח אז החלטתי לעשות מעשה להציב להם את התאיבות ושיהיה להם מטרי כינון וזה מה שהם קיבלו בסופו של דבר והתוצאות מדברות בעד עצמן كلאם שלא הולכים אם يستובבים בלילה הסכيمات על כל נקודات تצبي אפשר לראות تنشامות بفضل تشبث أصحاب المشروع بالمهمة وبعد سنوات من الجهد ينتشر اليوم 1640 صندوقا في سبع مناطق مختلفة في إسرائيل شאوليا فائل مركز مشروع الإبادة البيولوجية في مستوطنة سداء الياهو ירן נתיגה على ארד الواقع החולדות למשל כיננו בשקולות התמרים ויגרמו לנזק אדיר של עשרות אחוזים של פחת ומהרגע שהתנשמות התבססו בחלקה הנזק פסק היום כמעט שאין חודדות התיבות הכינון מפצות אותם על חוסר באתרי כינון אין יותר שימוש בחומרי הדברה נגד מחרסמים השימוש בחומרי הדברה הקשים החריפים והמזיקים לא קיים יותר כי התנשמת עושה את רוב העבודה היום עובדה בעמק בית שען יש לנו ברוך השם כמאה אלף דונם של חקלאות אינטנסיבית שכבר מאה לעשר שנים לא משתמשים בהם חומרי הדברה ואפשר לומר שהמודל עובד בהצלחה התערוץ פנימה והפטן היא מרגישה בטוחה בפנים لكن ماذا نفعل لمقاومة القوارض عندما تكون البومة نائمة مشروع المكافحة البيولوجية يعطي الإجابة 24 ساعة حتى خلال النهار تعرفوا إلى العوسق جارح صغير صياد محترف وصديق مخلص للفلاح فعالية العوسق النهارية تجعله الشريك الأمثل للبومة القدرة على الرفرفة في المكان والرؤية الحادة تسمح للعوسق بأن يكشف القوارض على بعد مئات الأمتار وقت الصيد يغوص العوسق في حين تكون أجنحته مغلقة ويرسل مخالبه إلى الأمام وشيء إضافي حياة العوسق العائلية هي فوق كل شيء نصب سناديق التعشيش يخلق مكان تعشيش جديد ويرفع من أعداد العوسق والبومة عندما تنصب السناديق في السهول الزراعية فإن الجوارح تستقر بها من تلقاء نفسها ومن دون تدخل رجال البحث تؤدي المراقبة المتابعة العلمية وجمع المعطيات إلى ظهور نتائج على أرض الواقع يدور العوسق والبومة في دوريات مزدوجة وتكون نجاعة الصيد لديهما عالية ومكوثوهما في الحقل يشكل خطرا على حياة القوارض المضر في سنة 2005 توسع المشروع إلى مستوى إقليمي تم التواصل مع الجنرال سابقا منصور أبو راشد مدير مركز عمان للسلام والتطوير بهدف التنسيق بين الأردن وإسرائيل من أجل بناء مشاريع اقتصادية لم يعطي المظهر الغريب للبومة انطباعا إيجابيا عنها في الحضارة العربية لذلك كان من الصعب إقناع المزارعين في الأردن بأن البومة مفيدة للزراعة سابقا 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 لأنه يجب أن يكون المعرفة سابقا لا نريد مفيدا سابقا لذلك سابقا كما 700 ثم ستذهب إلى السيريا والإراك إلى أخرى التي لا يمكننا أن نذهب ونظرهم السيستم ونفعل ذلك بالطبع هذه هي ركومنتك في ركومنتك أن تبدأ للمشاهدة الناس يلخص الدكتور يوسي ليشم من جامعة تل أبيب على المشروع العابرة للحدود ما שעשינו בעצם עשינו פה גישה חדשנית רב-תחומית שהתמקדנו בעצם במשולש של שלושה תחומים הראשון היה כמובן ההנחיה של החקלאים יש לנו היום בפרויקט 300 חקלאים שב-7 אזורים שונים קיבלו הדרכה המסודרת במשך כל השנה מהצוות שלנו אנחנו עשינו ניטור ומחקר של ההצלחה של התנשמות בטבעות הכינון החלק השני היה חלק מאוד משמעותי של חינוך והסברה שבו הפקנו הרבה מאוד חומרים לימודיים הפקנו תוכנית לימודים לבתי ספר באזורים החקלאים ששם אנחנו עובדים הפקנו קרזות פוסטרים וזה עבד יפה מאוד וככה חקלאים התחברו לנושא החלק האחרון המרשים של הפרויקט הזה היה התקנת מצלמות אונליין במגדל המים בקיבוץ תירת סבי ששידר 24 שעות ביממה בשידור ישיר מחדר המיטות של תנשמות עם תשע ביצים שהצליחו לגדל חמישה גוזלים אנשים ראו איך רק מביאים כל חצי שעה אחבר בלילה לכן והחומר הזה פה מראה שעם שיתוף פעולה של כולם הסיכו שלנו ללכת קדימה הוא גדול השורה התחתונה חקלאים יחד עם אנשי מדע ואנשי שמירה טבע יחד מוצאים את הפתרון הנכון في هذه الأيام مشروع البومة والعوسق كمبيدات بيولوجية يبسط أجنحتها وينتشر إلى حقول زراعية جديدة في إسرائيل الأردن والسلطة الفلسطينية فهو يثبت أنه من الممكن إبادة القوارض من دون استخدام السموم الحمامة استبدلت في الشرق الأوسط بالبومة والعوسق كسفراء للسلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر